تحديث مهم جداً من اليوتيوب لكل القنوات اليوتيوب الصراحة اليوتيوب أضاف ميزة كويسة جداً ستساعدك في انتشار فيديوهاتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ي wenigباً كونوا بكهروا وساعدة دايماً أهلاً بكل المتابعين في قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم وأسرارها لليوتيوب والربح من الإنترنت وشروحات برامج ومونتاج وشروحات لكل ما يخص السوشيال ميديا اليوتيوب أضاف ميزة جديدة مفيدة جدا لكل قنوات اليوتيوب وسهل علينا أشياء كتيرة جدا كنا بنعملها وبنتعب عليها تقدر دلوقتي أن أنت تضيف الترجمة على فيديوهاتك بسهولة جدا وده تحديث جديد وكمان هتقدر أن أنت تخلي العنوان بتاعك بتاع الفيديو يظهر باللغة الإنجليزية لو حد داخل من دول أجنبية وكمان الوصف يظهر باللغة الإنجليزية وبالتالي هتستفاد من أن فيديوهاتك سيتم مشاهدتها من دول أجنبية طيب إيه الجديد في موضوع الترجمة ده؟ تم إحنا قبل كده شرحنا فيديو إزاي تضيف الترجمة بالموبايل وإزاي تضيف الترجمة على الفيديوهات بالكمبيوتر الجديد أن اليوتيوب سهل عليه جدا بأن أنت تضيف الترجمة كل الكلام اللي أنت بتقوله ده هيظهر على فيديوهاتك بشكل سهل جدا كان الأول أن أنا أضيف الترجمة على فيديوهاتي لازم أنzna أستخدم منصة زي الفيس بوك أن أنا أطلع منها ملف بأننا أضيفه على فيديوهاتي اللي هو ملف بامتداد SRT فالموضوع كان متع بلازم ارفع الفيديو على الفيسبوك وبعدين ابدأ ان انا اخرج الملف وبعدين ابدأ ان انا اخد الملف اضيفه على اليوتيوب قصة طويلة كده وتعب والناس كان بتقول لي الصراحة الموضوع محتاج تركيز ومحتاج يعني تعب زيادة شوية لكن حاليا بقى ركز معي هتقدر تعمل الكلام ده بالموبايل او بالكمبيوتر وموضوع سهل جدا جدا ركز معي لكن ركز معي لنهاية الفيديو لو انت دخل من الموبايل وهكمل معك دلوقتي برضو من الكمبيوتر او اللابتوب بركز معي هتبدأ ان انت تفتح متصفح جوجل كوروم وتسجل دخول طبعا بقناتك مفترض ان انت تكون عارف الخطوة دي بس عشان ما حدش يسألني ازاي ادخل من متصفح كوروم هتبدأ تضغط على النقاط اللي فوق وهتبدأ ان انت تختار اصدار الموقع الالكتروني وهتيجي هنا في البحث هنا وتكتب تسجيل دخول يوتيوب بعد ما كذبت تسجيل دخول يوتيوب وعملت بحث اضغط برضو عن نقاط اللي فوق كل شوية واتأكد ان انا على اصدار الموقع الالكتروني واضغط على تسجيل الدخول هو بيحمل كده ابدأ اضغط على النقاط اللي فوق واقول له برضو الموقع الالكتروني لازم ان انا اتأكد فتح معي الصفحة بالشكل ده كده اضغط على سورة قناتي سورة البروفايل وهبدأ ان انا اضغط على الاطلاع على القناة هو بيحمل برضو اضغط على النقاط اللي فوق اتأكد ان انا على الموقع الالكتروني بعد كده اضغط على اللي هو التخصيص تخصيص القناة موضوع بسيط جدا وبرضو اتأكد من النقاط اللي فوق ان انا على الموقع الالكتروني كل شوية اتأكد منها عشان ما ينقلنيش للتطبيق دخل معايا على تخصيص القناة بالشكل ده اكبر كده الاقي عندي هنا اللي هو المحتوى كلمة المحتوى او الفيديوهات اضغط عليها المحتوى خلاص كده أنا حاليا دلوقتي فتحت فتحت قناتي من متصفح كروم كأني داخل من اللابتوب أو كمبيوتر حاليا دلوقتي مثل الكمبيوتر بالضبط أنا عايز أضيف الترجمة على أي فيديو من دول باجي كده على أي فيديو وأضغط عليه أضغط كده على الفيديو مثلا أنا عايز أضيف الترجمة على الفيديو ده اللي هي مكتوبة عليه مشاهدات مجانة أضغط عليه كده جالي الصفحة بالشكل ده كده ألاقي عندي اللي هي دي كده اللي هي الترجمة اضغط عليها. شوفوا بقى الجديد بقيت اللي ظهر. بص يا جماعة. ده فيديو هوت. شوفوا ظهر ايه هنا. طبعا هنا الفيديو طبعا باللغة العربية انا ما ضفتش ترجمة ولا اي شيء. اللغة العربية ترجمة تلقائية. بصوا كده لما اسحب كده على يمين الا ايه? انشاء نسخة تبقى الاصل وتعديلها. ده اللي احنا هنبدأ ان احنا نشتغل عليه. هنبدأ ان احنا نضغط عليها كده. هيجي لي يا جماعة الترجمة بتاعتي او الكلام اللي انا بقوله باللغة العربية هيظهر كاملة انا هوت. يعني الترجمة ظهرت تلقائيا بالشكل ده. ما روحتش انا بقى جبت ملف اس ارتي من الفيسبوك ولا وجع راس ولا اي شيء. شوفوا خطوة بسيطة جدا اه? واروح ايه ضغط على ايه بقى? طبعا لو انا عايز اعدل اي حاجة هنا اعدلها. يعني الترجمة بتاعته الصراحة افضل من الفيسبوك. انا شايف كده انا جربت كده. يعني افضل من الفيسبوك. لو انت يعني عايز تراجع ده كله وتضغط على اي حاجة من هنا وتعدلها اوكي براحتك. تمام? وتضغط بعد كده على نشر. خلاص كده انا عملت نشر للترجمة. كده لو اي حد فتح الفيديو بتاعي هتلاقي مكتوب كده فيه ترجمة. الفيديو ده مترجم. تمام? والكلام بتاعي هيقدر ان هو يزهره على الفيديو. لكن ده باللغة العربية. تم ما احنا عايزين بقى ننتشر فيه الدول آه اللي برة صح? هابدأ ان انا اعمل ايه? هابدأ ان انا اضغط على اضافة الترجمة. وهابدأ ان انا ادور على اللغة الانجليزية. اه ده اللغة الانجليزية. تمام كده حلو? اخترت اللغة الانجليزية هيت. طيب حلو. اللغة الانجليزية حاليا انا عايز اعمليه في اللغة الانجليزية. عايز ان انا اخلي الترجمة تظهر على الفيديو باللغة الانجليزية. وعايز كمان ان ان انا اخلي العنوان بتاعي يظهر عند اي حد فاتح اه جهاز باللغة الانجليزية او في الدول الاجنبية يعني وبرضو وصف الفيديو حيث النظر عندهم تمام كده حلو تمام بعد كده ابدأ ان انا ترجم عنوان الفيديو وصف الفيديو تمام كده حلو طيب اعمل ايه ابدأ ان انا ادخل على وصف الفيديو من هنا كده من القلم ده وهبدأ ان انا اخد عنوان الفيديو وهو اتنسخ تمام كده اقول له انسخولي كله كاملا تحديد الكل كده واقول له نسخ في النسخ واضغط كده اقول له نسخ كده انا خدت عنوان الفيديو تمام كده حلو. ابدأ ان ادخل على الترجمة تاني. طبعا الترجمة باللغة الانجليزية راح اضيفها تاني. من اضافة لغة. عشان ليس ما عملتش نشر لها. اللغة الانجليزية. طيب تمام كده حلو. واجه هنا بقت على ايه? هتلاقي هنا في عندك حاجة اسمية العنوان والوصفة هوت. تمام? اضغط على اضافة. وهاجي هنا على العنوان هنا وحط ايه? وحط العنوان باللغة الانجليزية. بس لازم ان انا ترجمة باللغة الانجليزية. ادخل على جوجل على جوجل. تمام كده حلو? ان انا اضيف او اعمل الترجمة عن طريق جوجل. هبدأ ان انا افتح اي متصفح تاني عندي او افتح تاب تانية على جوجل كروم. اي متصفح تاني اللي هو الانترنت العادي ده. متصفح النت العادي او موزيلا او اي متصفح. واضغط هنا على النقاط دي كده. وقال له هاتل الترجمة. ترجمة جوجل. فين الترجمة? اهي ترجمة. انا بعمل الشرح حاليا بالموبايل عشان الناس اللي بتشتغل بالموبايل. لكن انا شغل كله اصلا باللاب توب والكمبيوتر. تمام? ابدأ ان انا اضغط هنا كده مطول واقول له لسق. اعمل لي ترجمة طبعا بختار اللغة الانجليزية عشان يترجم لي ليها. بقول له هنا نسخ من هنا كده. كده خلاص انا خدت ايه? خدت العنوان. ابدأ ان انا ادخل على الفيديو. على جوجل كروم. اي دهوت. ابدأ ان انا اكبر كده. واجي هنا كده. واعمل له ايه? واضغط مطول واقول له لسق. كده انا حطيت العنوان بقول لي طبعا كبير شوية. ابدأ ان انا اقلله. لان انا معي لغاية ميت حرف. بالشكل ده كده اقللته. تمام كده حلو? طبعا المفترض برضو ان انا نفس الكلام برضو اخد الوصف. واحطه برضو هنا. تمام? هاضغط بعد كده على ايه? اكتصغر كده شوية. واقول له تحت خالص. هتلاقي تحت خالق اسفل الصفحة. هتلاقي عندك في حاجة اسمها نشر. كده ان انا عملت نشر الايه? ليه الترجمة. نشر ليه عنوان الفيديو واللغة الانجليزية. انا عندي اللغة الانجليزية هوت. كده انا ضفت الترجمة ايه? اللي هو ايه? اللي هو العنوان. خلينا ضيف برضو كمان اللي هو ايه? الوصف. اضغط برضو على الالم. عشان اجيب وصف الفيديو او جزء من وصف الفيديو. اضغط هنا كده. ابدأ احدد شوية كده من هنا مثلا او كله زي ما تحب انت. كده. وابدأ ان انا اعمل ايه? ابدأ ان انا اخده برضو هنا اضغط على النقاط كده واخده نسخ. وادخل برضو على الترجمة. هنا. امسح ده كده. وابدأ ان انا اعمل لصق هنا. هيبدأ ان هو يترجمه لي بالشكل ده كده تحت هوت تحت كل الترجمة. اخدها كده نسخ من هنا. وادخل تاني على الفيديو. وادخل على الترجمة. واجه على اللغة الانجليزية هنا في العنوان والوصف هنا هوت. تمام? اللغة الانجليزية العنوان والوصف. وادغط عليها كده. تمام كده? عشان ابدأ ان انا اضيف ايه? اضيف اللي هو الوصف. وادغط هنا مطول كده وقول له لصق. كده انا حطيت الايه? حطيت الوصف بتاعي وحطها اشتاجات باللغة الانجليزية وكل شيء. تمام كده? وادغط هنا على نشر. تمام? كده انا اعملت النشر خلاص للوصف والعنوان. طيب. الفيديو دلوقتي حاليا أنا الكلام باللغة العربية ظهر على الفيديو كنص ظهر كده كترجمة وإيه لو حد فاتح من دول أجنبية هيظهر العنوان والوصف باللغة الإنجليزية بس هو مش يقدر يشوف لإيه أنا عايز بقى كبان الكلام بتاعي يظهر باللغة الإنجليزية أعمل إيه أبدأ أن أنا أجي هنا على اللغة الإنجليزية هنا وأقول له إضافة وأجي هنا أضغط بقى تينا على إيه بقى مش هضيف ملف تاني ولا حاجة أنا ممكن أخرج الملف على الفكرة بتاع اللغة العربية وأبدأ أن أنا أحوله اللغة الإنجليزية وأرجعه تاني قصة لا هندغط على ترجمة تلقائية ضفل الترجمة باللغة الإنجليزية تلقائيا وأبدأ أن أنا أعمل إيه أبدأ أن أنا أقول له نشر انشر لي الكلام ده معلم أصغر كده شوية فيه النشر المرة دي فوق ودور عليها تحت وهي فوق أضغط على نشر وبكده أن أنا ضفت الترجمة باللغة الإنجليزية وضفت الترجمة وعندي طبعا باللغة العربية أصلا اللي هي اللغة الأصلية بتاعت الفيديو أقدر أن أنا أعمل إضافة هنا وأضيف أي ترجمة أنا عايزها طيب خليني كده أفتح الفيديو وأشوف الترجمة بتظهر إزاي زي ما أنتم شايفين كده الترجمة بدأت تظهر تحت الفيديو هي باللغة الإنجليزية لو أنا فاتح من الليب توب أو أي حد فاتح من الليب توب أو الكمبيوتر ونفس الكلام برضو هوريكو دلوقتي من الموبايل تمام كده بمجرد أن هو يشغل الترجمة تبدأ تظهر باللغة الإنجليزية بالشكل ده ولو ضغط على الكرس ده كده ويبدأ أنه هو يختار الترجمة والشرح تمام كده تلاقيه عند اللغة العربية يقدر يختار اللغة العربية يظهر الكلام باللغة العربية زي ما أنتم شايفين كده أهود الكلام ظاهر يا جماعة للفيديو واللغة العربية وترجمة كويسة معقولة كويسة جدا يعني الكلام العمي المتاعنا ده كلام العمية بتاعتنا بيظهر آهود كويس ويتقري وتمام tox تمام وتقدر تعدي فيه زمان وضحت لك تمام كده حلو طيب طبعا انت تقدر بقى تضيفي الترجمة باي لغة اللي انت عايزها تمام لو اي حد ضغط هنا كده وضغط على الترجمة بتلاقي الترجمة ظهرت باللغة الانجليزية والعربية فقط صح هو لو ضغط برضو كمان على الترجمة التلقائية اتلاقي كل اللغات موجودة يعني يقدر يختار اي لغة تانية يعني المانية يقدر يختار لغة المانية شفت اهو كلام بلغة المانية تمام كده يقدر يختار اي لغة تانية لو ضغط على ايه لو ضغط على الت الترجمة التلقائية تمام لكن هو بدون ما يضغط على الترجمة التلقائية ظهر لغة عربية ولغة انجليزية انت باقي لو ضفت ترجمة تانية مثلا هندية او اي لغة تانية هتظهر برضو هنا اللغة الانجليزية والعربية والهندية ولو اي حد عايز لغة تانية يضغط على التلقائية فانت اضف لك كده لغة اثنين تلاتة ومسلا ممكن اضيف لغة انجليزية وفرنسية وعندك العربية يبقى ثلاث لغات كويسين جدا ولو حد عايز لغة تانية يضغط على ترجمة تلقائية يجيب اي لغة تانية هو عايزها. وبرضو مضوع العنوان لما تضيف الترجمة الفرنسية والترجمة اللي هي اللي هي الانجليزية بتضيف الايه? بتضيف العنوان برضو والوصف تخليه باللغة الفرنسية او اللغة الانجليزية على حسب اللغة اللي انت عاملها. تمام? خليه نفتح كده الفيديو اللي انا اعملت له الترجمة واشوف بتظهر زيعة الموبايل. زي ما انتم شايفين كده لو اي حد ضغط على السي سي السي سي اللي فوق الفيديو اللي هي الحرفين السي سي دوم تلوما خاصين بالترجمة ويبدأ يشغل الفيديو كده يبدأ المفترض الترجمة تظهر. الترجمة بدأ تظهر يا جماعة باللغة العربية ظهر هي تكون الكلام اللي انا بقوله ظهر على الفيديو بلغة العربية. طيب ولو ضغط على الترس يعني المشاهد لو ضغط على الترس تمام? وضغط بعد كده على الترجمة هتلاقي عنده اللغة الانجليزية هيت. لو ضغط العربية. لكن موبايل لو باللغة الانجليزية هيظهر العنوان باللغة الانجليزية. تمام كده حلو? لو هو عايز اي لغة تانية غير كده. لو هو عايز ضغط على الترجمة وعايز لغة تانية غير دول. تمام كده? انت مثلا ديف تلات لغات زي ما انا قدت لك. لو عايز يضيف لغة تانية او يختار لغة تانية يضغط على ترجمة تلقائية. يختار اي لغة من لغات العالم كله يبدأ يظهر الكلام مكتوب على الفيديو. يبقى ملخص الكلام ان انت بتوضيف مثلا ترجمة باللغة العربية. انا انصحك يعني. انا نفسي بنصحك بده. ان انت بتوضيف الترجمة باللغة العربية وباللغة الانجليزية وباللغة الفرنسية. تعمل نفس اللي انا عملته على اللغة الانجليزية للغة الفرنسية. يبقى انت عندك كده تلات لغات موجودين. وتضيف العنوان برضو. العنوان والوصف تعمله باللغة الانجليزية للترجمة الانجليزية وباللغة الفرنسية نفس الكلام. تدخل برضو على جوجل والترجمهم. وبالنسبة اللغات التانية بقت الناس تلعب في الترجمة التلقائية تجيب اي لغة هي عايزها. طبعا لو انت عايز تدخل من الليب توب او كمبيوتر وتضيف الترجمة زي ما انا شرحت كده بالموبايل موضوع سهلي جدا بالنسبة لك ده اسهل كمان وشاشة كبيرة والامور احسن من الموبايل الصراحة. تمام? انا بتعزب عشان اشرح بالموبايل. فانت بتخش كده على قناتك. تمام? وبتضغط على صورتك. وبتيجي هنا تضغط على اللي هو السيديو يوتيوب. وبعد كده بتختار المحتوى. بعد ما تخش على المحتوى بتخش على اي فيديو انت عايزه. اي فيديو انت عايزه. كده تضغط على القلم ده او التفاصيل. وتبدأ ان انت تيجي في الجنب هنا تلاقي عندك هنا الترجمة اهيت. الترجمة. تضغط عليها كده. وهتقدر باتل ان انت تعمل ايه? هنا بسواني. بسواني. انشاء نسخة. اهوت تنشأ نسخة وقل له نشر على طول. لو انت عايز تعدل عدل قل له نشر. تمام كده? هيبدأ انه يعمل لك الترجمة باللغة العربية. حلو. وتقول له اضافة الترجمة. تمام? زي الفل. واضغط هنا على اللغة الانجليزية. فين اللغة الانجليزية? هذا اللغة الانجليزية مثلا لغات المتحدة. حلو كده تمام? هابدأ ان انا اضغط عليه بعد كده. عشان اضيف العنوان اضغط هنا كده. عند اللغة الانجليزية اقول له اضافة. تمام؟ واجه هنا في العنوان أخذ العنوان بتاع الفيديو أفتح الفيديو على متصفح أو على تاب تانية وأخذ العنوان كده بالشكل ده وأقول له نسخ وأخش على الترجمة وأقول له ترجم للكلام ده تمام؟ وأقول له كده نسخ وأخش على العنوان هنا وأحطه كده تمام؟ وأقول له نشر كده حطيت العنوان باللغة الإنجليزية شفت؟ ثواني وأخش هنا على الوصف لو أنا عايز أترجم الوصف كمان كده بالشكل ده وأخذه نسخ معلش ثواني اخدو نسخ يا عم ايه ده يا عم? كده اولو نسخ واخش برضو على الترجمة هنا شوفو هنا ده في ثواني بالموبايل تقلب وتعمل الوجع على راسي الصراحة اخد هنا نسخ هنا وادخل على العنوان اللي انا كنت بعمله وراح فين? راح فين ايوه? راح مني? تمام? ما فيش ايه مشكلة خالص? بضغط هنا على اللغة تعديل. تمام? وقول له تعالي. احطيه الايه? الوصف وقول لي نشر. كده خلاص كده نشرت اللغة الانجليزية. ابدأ ان انا اعمل ايه? اضغطين على اضافة. وابدأ ان انا ابدأ لما يحمل اقول له ترجمة تلقائية. وقول له نشر ايه? نشر الترجمة. كده اعمل لي الترجمة باللغة الانجليزية على الفيديو كعنوان ووصف وكل شي. لو انا عايز اضيف لغة تانية نفس الكلام. اضافة لغة واختار اللغة تانية. فرنسية اي شيء. واعمل نفس الحركات. تمام? بصراحة الموضوع بقى سهل جدا وعملت لك كل الشرح بالموبايل. يعني الموضوع بقى سهل جدا انت تعمله على فيديوهاتك. ما تقولش الموضوع صعب. لو عندك اي سؤال اي شيء اكتبه في تعليقات هذا الفيديو. وقول لي رأيك فيه التحديث الجديد ده. اللي هو الميزة الجديدة اللي يوتيوب عملها اللي هو ترجمة الفيديوهات. انا شايف ان هو تحديث كويس جدا ومفيد جدا وسهل علينا اشياء كتير. نقدر نوصل لجمهور افضل. طبعا تعرفين انت لو خلتك مفعلة وبيجي لك مشاهدات من الدول الاجنبية الموضوع مختلف تماما. يعني ارباح الالف ومشاهدة في الدول الاجنبية يا جماعة. يعني عالية جدا على عن الوطن العربي. تحياتي لكم. منتظر تعليقاتكم تحت الفيديو ده. وتقولولي رأيكم. فيديوهات كتيرة موجودة في الوصف. وفي التعليق المثبت. تفيدك كما انشاء محتوى على اليوتيوب. في امن الى مع السلام.